ستة حقيقة ما كانت سابقا تكون كافية كان في عدم اهتمام سيدنا بيطالب بيكون نقل متطور في الأردن دولة الرئيس الآن مهتم حقيقة بأنه يكون نقل متطور في الأردن فلهذا السبب حكينا عن المشاريع اللي احنا بدأنا فيهم واللي الآن قيد الإجراء وان شاء الله رح يتنفذوا النسبة من الناتج المحلي حقيقة ستة فاصلة ثمانية في المية بجوز بحاجة إلى كمان تقييم أكثر في كل قطاع النقل ستة فاصلة ثمانية بالمية هذا ما ورد لكن هو بداية الربع الأول من 2019 كانت ثلاثة بوينت خمسة في المية وكانت من أكثر الأشياء اللي كان فيها أو نسبة موجودة في الأردن فبحاجة إلى تقييم الآن نتواصل احنا والأحصاءات على أنه نعيد تقييم هذا الموضوع لأنه النقل ليس بس النقل البري واللي هو خلينا نحكي حافلات أو شاحنات بنحكي عن نقل جوي بنحكي عن نقل بحري فبحاجة أيضا إلى بنحكي عن موانئ فأكثر من جهة تتعلق بموضوع النقل فبحاجة إلى تقييم وإعادة نظر بهذه النسب فهذا ما هو بخصوص الناتجة جلالة الملك تحدث كثيرا عن موضوع الاستثمارات وأيضا تطرق كثيرا إلى قطاع النقل وأهميته في جلب الاستثمارات الأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية ماذا كان نصيب وزارة النقل من هذه الحزمة خاصة في مجال الاستثمارات ستة أحنا أول شغلة بدأنا مبكرا وأخذنا قرار بموضوع النقل السياحي وعفاء الحافلات اللي يستخدموا للنقل السياحي لأنه كان في عنا مشكلة حقيقة بعدد ونوعية الباصات اللي بتنقل السياح فأعفناهم من الجمارك ومن أجزاء من ضريبة المبيعات اللي موضوعة لترخيص هذه الحافلات وأيضا سهلنا بالإجراءات وبعدد الحافلات اللي ممكن أنه يرخصها كشركة جديدة بحيث أنها بتتستثمر في هذا الموضوع غير هيك يوجد قرارات سابقة بالتحديث الاستبدالي للشاحنات وأيضا للباصات القديمة بحيث أنه إذا كان في شركة عن تعدد محدد بيزيد عن هذا العدد فمع فيها أيضا من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى اللي مترتب عليها فيوجد حزمة كبيرة من الأفاءات موجودة أصلا سابقا وهي حقيقة محفزة أنه تزيد من عدد الشركات في الأردن وتساعد بأنه يعني الحزمة تحدثت عن الاستثمار فقط في القطاع السياحي ترجمة نانسي قنقر